وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون وليسوا كاذبين هذا هو عنواننا وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون وليسوا كاذبين وصل الكلام في الحلقة الماضية إلى أكذوبة من أكاذيبهم وصلنا إلى حديث الثريت إنه دين الثريت أقرأ عليكم من البخاري أنا لا أريد أن أخرج عن دائرة البخاري بإمكاني أن آتيكم بكل كتبهم بجوامعهم الحديثية وكتب تفسيرهم يمكنني أن آتيكم بكل كتبهم وربما سأفعل هذا إذا وجدت ضرورة لذلك أستطيع أن آتيكم بكتبهم وأقوم بذروها مثلما تذر الرياح الهشيم حينما أضعها في مواجهة القرآن وحينما أضعها في مواجهة الحقيقة وحينما أضعها في ميزان المنطق السليم ستنكشف العورات وسيزول الخداع والتمويه والتدجيل والكذب حبل الكذب قصير مهما طالت الأيام ستأتي اللحظة التي ينقطع فيها هذا الحبل كي يعود قصيرا وأما حبل الحق حتى لو قطعوه تقطيعا سيصلح نفسه بنفسه وسيمتد ويمتد بامتداد الحق هذه سنن الله وهذه هي الدنيا الحق باق والباطل زائل ونحن جميعا زائلون أكنا من أهل الحق أم كنا من أهل الباطل نحن زائلون نحن أرقام على صفحات هذا الزمن أرقام سعيد ذلك الرقم الذي يتحرك في الاتجاه الصحيح وتعيس ذلك الرقم الذي يتحرك في الاتجاه الخاطئ وهناك الكثير والكثير من الأرقام الخاملة التي لا تتحرك في أي اتجاه على أي حال على أي حال أعود إلى صحيح البخاري إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى الفين وأربع ميلادي بمقدمة نواف الجراح هذا هو كتاب فضائل أصحاب النبي إنه الكتاب الثاني والستون من كتب صحيح البخاري وهذا هو الباب الثاني والثلاثون باب فضل عائشة رضي الله عنها رقم الحديث اثلتالاف سبعمية أو تسعة وستين رقم الصفحة ستمية وثلاثة وستين البخاري يقول حدثنا آدم ويستمر الكلام في سند البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الصلاة البتراء علامة على الدين الأبتار وعلامة على أن الذي يقولها أبتر ابن أبتار وعلامة على أن القوم لم يسدد الفاتورة الرئيسة لأن الصلاة الصلاة المحمدية الكاملة صلى الله عليه وآله هي جزء من الفاتورة الرئيسة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وعليه فهؤلاء ملعونون بلعن رسول الله وبلعن القرآن عودوا إلى سورة الأحزاب كي تقرأوا اللعنة الواضح الصريح ونبينا الأعظم كان يرددها على المنبار لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم الصلاة البتراء هي منع الأجير أن يصل إليه أجره ما العنون هؤلاء ما العنون ما العنون ما العنون تذكروا هذا دائما ولا تحاولوا تصحيح صلاتهم لأنني أرى الكثيرين حينما يقرؤون من كتب السخيفة بني ساعدة يصححون الصلاة لماذا تصححون الصلاة اقرؤوها وبينوا للأخرين من أن الصلاة البتراء تعني دينا أبتار يعني أن هؤلاء ما العنون لم يسدد الأجر لعن الله من منع الأجير أجره عليكم أن تكشف الحقائق بشكل واضح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على ساعر الطعام والحديث الذي بعده جاء مرويا عن أنس بن مالك قرأته عليكم لا حاجة لقراءة الأحاديث التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية فبحسب البخاري حديث الثريد هذا رواه أبو موسى الأشعري ورواه كذلك أنس بن مالك هذا الكذاب إنهم الصحابة الصحابة العظام هؤلاء هم وهذا حديث ثريدهم وقد مر الكلام في الحلقة المتقدمة كيف أن الحديث سخيف وسخيف إلى أبعد الحدود وقد ناقشته من جهات عديدة وعرضته على القرآن وتبين بطلانه تبين بطلانه بشكل واضح وصريح جدا لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم لكن سؤالا أطرحه وأريد أن أجيب عليه من الذي كذب هذه الكذبة على رسول الله هل هو أبو موسى الأشعري هل هو أنس بن مالك سأجيبكم بجوابي وليس بالضرورة أن تقتنعوا بجوابي النتيجة التي وصلت إليها من خلال البحث والتتبع في الكتب والمصادر القديمة الذي كذب هذه الكذبة عائشة نفسها قد يقول قائل ألا يوجد احتمال أن أحدا كذب الكذبة هذه ونسبها إلى عائشة هذا الاحتمال قائم إذا أردنا أن ننظر إلى الإمكان العقلي عقلا هذا الاحتمال يمكن أن يكون لأننا في مجموعة من الكذابين والمفترين على رسول الله لا أتحدث عن هذه الأسماء التي ذكرتها هنا فقط وإنما هذه المجموعة مجموعة السقيفة بن ساعد مجموعة كذبين مجموعة مفترين هؤلاء هم الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله ستكثر القالة من بعدي ولذا قلت لكم لماذا لم تتحدث عائشة ويتحدث هؤلاء بمثل هذا الكلام أيام رسول الله لماذا صار هذا الكلام بعد رسول الله ستكثر القالة من بعدي إنهم الكذابون الذين سيقولون قال رسول الله وهذه أمثلة بين أيدينا أعود إلى جوابي الذي أنا مقتنع به من أن الذي افترى هذا الكلام ونسبه إلى رسول الله عائشة أما أبو موسى الأشعري وأنس ابن مالك فإما أنهما نقل الحديث عن عائشة وبعد ذلك وقع التحريف لأجل أن يكثر رواة هذا الحديث فأبو موسى الأشعري رواه وأنس ابن مالك رواه هذا صحيح مسلم طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى سنة 2004 ميلادي بمقدمة نواف الجراح كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو الكتاب الخامس والأربعون من كتب صحيح مسلم ومسلم توفي سنة ميتين وواحد وستين للهجرة بينما البخاري توفي سنة ميتين وستة وخمسين للهجرة هذا الباب الثالث عشر باب في فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها أذهب أذهب إلى صفحة تسعمية وعشرين وإلى الحديث ستة آلاف ثلاثمية وثلاثين مسلم مسلم يقول حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ب سنده إلى أبي سلم ابن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر وتعني أن قائلها ملعون بلعن من الله ولعن من رسول الله لأنه لم يسدد الفاتورة الرئيسة لهذا الدين حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن رسول الله قال لها نقاط بمثل حديثهما بمثل حديثهما أحد الحديثين هو حديث أنس ابن مالك فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فهذا الحديث بحسب مسلم من 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 عن عائشة أيضا أن عائشة حدثته أن رسول الله قال لها نقاط هذه النقاط يبدو أنها من مسلم أو من الذين جاءوا من بعد مسلم بمثل حديثهما بمثل حديثي الرواة الذين ذكروا في الأحاديث التي سبقت هذا الكلام أحدهما أنس ابن مالك ينقل الحديث عن رسول الله هو الذي يقول سمعت رسول الله يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام إذن رواة الحديث ثلاثة في البخاري الحديث نقل عن أبي موسى الأشعري وعن أنس ابن مالك وفي مسلم نقل أيضا عن عائشة إذن الحديث منقول عن عائشة ولذا فإنني أستنتج من خلال المعطيات التي سأعرضها بين أيديكم من أن الذي كذب الكذبة عائشة هذه كذبة عائشة قد تقولون كيف ذلك بعد أن بينت لكم في الحلقة الماضية من أننا إذا أردنا أن نقيس هذا الحديث مع أحاديث رسول الله حينما يتحدث عن فضل أحد عن فضل أحد النساء مثل ما تحدث عن فضل فاطمة سيدة النساء العالمين وقرأت عليكم الأحاديث وفي الصفحة نفسها من صحيح البخاري ورجعت إلى البلاغة والأدب العربي ورجعت ورجعت إلى أن عرضت الحديث على القرآن وبيّنت لكم من خلال جولة بين آيات الكتاب الكريم من أن أفضل الأطعمة التي ذكرها الله في القرآن وجعلها جزءا من ولائمه وجزءا من نعمه وفضله على عباده وكذلك ما يرتبط بولائم الأنبياء ليس هناك من أثر أو من إشارة إلى الثريت ومر الكلام علينا من أن ذوق رسول الله هو ذوق القرآن وأعتقد أن القضية كانت واضحة في الحلقة الماضية إذن كيف تكون هذا الكلام الكلام عندما يصدر من الإنسان يصدر من مقدمات موجودة في ذهن الإنسان قد تكون هذه المقدمات عقائدية قد تكون هذه المقدمات ثقافية قد تكون هذه المقدمات أمورا موروثة قد تكون هذه المقدمات عقدا نفسية وهكذا بحسب المعطيات المتوفرة لدي فإنني لا أعرف شيئا بهذا الخصوص يرتبط بأبي موسى الأشعري وكذلك لا أعرف شيئا بهذا الخصوص يرتبط بأنس بن مالك لكنني أحرف أشياء وأشياء بهذا الخصوص ترتبط بعائشة وهذا ما سأبينه لكم في هذه الحلقة البداية ستكون من جدها إنه أبو قحافة من جدها وسأبدأ حديثي عن مهنته ما هي مهنة أبي قحافة بحسب ما هو مصطور في كتب التأريخ فإن أبا قحافة كان صيادا لأن الرجل كان فقيرا وكان فقره مدقعا إلى أبعد الحدود ومن هنا يتبين لنا كذب الأحاديث التي تقول برفعة شأن أبي بكر زمن الجاهلية وبكثرة أمواله الكثير من الأحاديث ومنها ما هو موجود في البخاري ومنها ما هو موجود في سائر الكتب الحديثية السنية الأخرى أنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل أكاذيب البخاري لأنني سأكون مضطرا على أن أسلط الضوء على أكثر أحاديثه إن لم يكن الأمر شاملا لكل أحاديثه فأكثر أحاديث البخاري هي أكاذيب خصوصا التي ترتبط بمناقب الصحابة وشؤونهم وأحوالهم إلى سائر المطالب الأخرى التي ذكرها البخاري في مجمع أكاذيبه هذا وفي الحقيقة ما هي بأكاذيبه الرجل قام بالتدليس قام بتحسين الأحاديث إلى أبعد حد هذه أكاذيب الصحابة وأكاذيب بعض نساء النبي أبو قحافة كان صيادا وهذه المهنة هذه المهنة إذا كانت مهنة هناك من القوم من كان يتخذ الصيد وسيلة للهو للنزهة هذا شأن آخر هذا يفعله الأثرياء والأغنياء وهناك من هو يخرج لصيد الحيوانات الكاسرة كي يظهر قوته وشجاعته لكن الرجل كان يصطاد الذي يصطاده كي يكون طعاما لأسرته كان يعتاش من هذه المهنة كان صيادا ولما كبر امتهن مهنة أخرى ما هي المهنة التي امتهنها واشتغل بها أكثر عمره هناك شخصية من شخصيات قريش عبد الله ابن جدعان شخصية وجيهة في قريش وعرفت بالكرم وكثرة الأضياف من وجوه القوم في قريش عبد الله ابن جدعان وعنده دار ضيافة الأضياف يأتون بغض النظر أكان يعرفهم أم لم يكن على علاقة بهم وإنه يهيئ الطعام يوميا فكثير من الناس يأتون إلى مكة ويحتاجون الطعام وقد لا يعرفون دار ضيافة عبد الله ابن جدعان فوظف عنده اثنين شخص يقف على مكان عال أو في مكان مسموع وينادي الناس إلى طعام عبد الله ابن جدعان وشخص يدور في مكة يدعو الناس إلى دار ضيافة عبد الله ابن جدعان الشخص الذي كان يقف في مكان مسموع وينادي على مائدة عبد الله ابن جدعان هو أبو قحافة فاشتغل أجيرا كان يعطيه أجرا زهيدا في بعض الكتب تتحدث عن أنه كان يقدم له يوميا درهما ويأخذ فضلات الطعام بقايا الطعام يأكل منها ويطعم أسرته هذا شيء طبيعي وظيفة ومهنة أبي قحافة هذا هي هذه وهذا أمر ذكر في الكتب القديمة حاولوا مسحه إلغاءه تحريفه ولكن بقيت بقايا خصوصا في أجوائنا الشيعية هذا الكتاب على سبيل المثال مثالب العرب من الكتب التأريخية المعروفة المتخصصون بالتأريخ يعرفون أن الكتاب من أقدم الكتب التأريخية إنه أقدم من تأريخ الطباري وتعرض إلى التحريف أيضا مثالب العرب لهشام بن الكلبي لهشام بن محمد بن السائب الكلبي شيعي هذا ومن أسرة شيعية وكوفي عراقي لكنه ثبت كما يقول المؤرخون إنه ثبت في تحقيق المعلومات في الأنساب وفي الوقائع والحوادث والتواريخ ولذا فإن المؤرخين السنة يعتمدون عليه المطلعون على كتب التأريخ القديمة كالطباري مثلا يعتمد عليه يعتمد على نقله والمؤرخون الآخرون من السنة يعتمدون عليه هشام بن الكلبي هذه الطبعة بتحقيق نجاح الطائ إنها الطبعة الأولى الف وتسعمية وثمانية وتسعين طبعة دار الهدى بيروت صفحة ثمانية واربعين يقول ابن السائب الكلبي هذا المؤرخ الشهير والذي توفي سنة ميتان واربع للهجرة ميتان واربع إنه أقدم من صاحب الطبقات الطبقات الكبرى يعد من الكتب التعريخية القديمة وقد قرأت ما قرأت عليكم من في الحلقات المتقدمة صاحب الطبقات توفي سنة ميتان وثلاثين للهجرة الطبري المؤرخ القديم توفي سنة ثلاثمية وعشرة للهجرة هذا ابن الكلبي توفي سنة ميتان واربع للهجرة قد يتنفر البعض منه من علماء السنة لتشيعه لكنهم في الوقت نفسه يعلمون أن معلوماته صحيحة الرجل لا يكذب وهو ثبت يتأكد ويتحقق من معلوماته هذا الأمر كان معروفا عن أبيه أولا ويقولون من أن أباه كان أعلم منه هو أخذ العلم من أبيه في مجال تخصصه في الصفحة الثامنة والأربعين من كتابه المثالب وممن كان ينادي على طعام بن جدعان إنه عبد الله بن جدعان وممن كان ينادي على طعام بن جدعان سفيان ابن عبد الأسد المخزوم وولده بمكة يشير إلى أن سلالته بقيت مستمرة في مكة وأبو قحافة هذا هو والد أبي بكر وأبو قحافة عثمان ابن عامر ابن سعد وولده بالمدينة باعتبار أن أبا بكر وعائلته هاجروا إلى المدينة وفيه يقول في من يقول في ابن جدعان أمية ابن أبي الصلت هنا في الطباعة ابن أبي الصلب وفيه يقول أمية ابن أبي الصلت هكذا يعرف عن هذا الشاعر يمدح ابن جدعان له داع بمكة مش معل هذا الداعي هو سفيان المخزوم مش معل يعني أنه لطيف في كلامه حينما يدعو الناس ولذا كانت مهنته هي هذه له داع لعبد الله ابن جدعان بمكة مش معل إنه داعية لطيف يدعو الناس إلى دار ضيافة ابن جدعان له داع بمكة مش معل وآخر فوق دارته ينادي يقف على مكان يستطيع الناس أن يسمعوه ينادي الناس إلى دار الضيافة التي فتحها ابن جدعان للأضياف له داع بمكة مش معل وآخر فوق دارته ينادي إلى ردح من الشيزة وليس من الشيز طبعت هنا من الشيز إلى ردح من الشيزة الردح هي الأواني الكبيرة الجفان الكبيرة والشيزة شجر تصنع منه الأواني الكبيرة شجر في جزيرة العرب إلى ردح من الشيزة عليها لباب البر البر الحنطة لباب البر يلبك بالشهاد يلبك يخلط ويمزج بالشهاد إنه العسل قبل أن يستل من شمعه يقال له الشهاد له داع بمكة مش معل وآخر فوق دارته ينادي إلى ردح من الشيزة عليها لباب البر يلبك بالشهاد فالمش معل هو سفيان ابن عبد الأسد والآخر الذي ينادي والآخر أبو قحافة صفحة 139 من الكتاب نفسه وقال أمية ابن أبي الصلت لابن جدعان له داع بمكة مش معل وآخر وآخر فوق دارته ينادي وأشار إلى الكلام بتفصيل أكثر خلاصة الكلام خلاصة الكلام أبو أبو قحافة جد عائشة والد أبي بكر مهنته التي امتهنها في أكثر عمره هي هذه كان ينادي على طعام ابن جدعان وبعد ذلك يكون في خدمة الأضياف هذا شيء طبيعي فيكون في خدمتهم لا يأكل من الطعام حتى ينتهي الأضياف فما يبقى من فضلات طعامهم يأكل منه ويطعم عائلته من بقايا هذا الطعام هذه الصورة من أن أبا قحافة كان ينادي على طعام ابن جدعان ذكرها الشيخ المفيد في كتابه الإفصاح وكتب المفيد كلامية والكتب الكلامية كتب جدلية وفي الجدل حينما يذكرون أمرا فإنهم لا يذكرون أمرا ليس موجودا إنما يذكرون أمرا يكون الخصم عارفا به وهذا أمر طبيعي جدا وعلى أي حال أنا لا أريد أن أثبت شيئا أو أنفي شيئا إنما أقول لكم لماذا قلت من أن الذي كذب حديث الثريد عائشة لهذه المعطيات التي سأضعها بين أيديكم في كتاب الإفصاح الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام للمفيد وإنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد وهذه الطبعة طبعة المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد هذا هو الجزء الثامن من مجموعة مصنفات المفيد صفحة 176 وكان أبوه الحديث عن أبي بكر وكان أبوه صيادا فلما كفة صار كفيفا أعمى بذهاب بصره وصار مسكينا محتاجا قبضه عبد الله ابن جدعان حركت جدعان ما هو بجدعان يحركونها خطأا في الكتب بجدعان إنها بفتح الجيم قبضه عبد الله ابن جدعان لندي الأضياف إلى طعامه لندي الأضياف إلى طعامه لجلبهم وجعل له في كل يوم على ذلك أجرا درهمة فهذا هو أبو قحافة هذه مهنته إنه ينادي ويطلب من الجائعين أن يأتوا إلى دار الضيافة التي فتحها عبد الله ابن جدعان ثم بعد ذلك يكون في خدمة الأضياف وهذا الشريف المرتضى أنا لا أحب أن أطلق عليه هذا اللفظ الشريف لأن اللفظ هذا بمثابة كلمة رفيق عند البعثيين هذه لفظة عباسية أهل البيت يرفضونها والشيعة المخلصون لأهل البيت يرفضونها لا يريدونها وإنما يطلقها العباسيون على أتباعهم والمرتضى كان من أتباعهم ولذا أطلق عليه هذا اللفظ لا أحب أن أطلق هذا اللفظ على المرتضى ولكن هذا هو المعروف الشريف المرتضى والشريف الرضي بالضبط كعنوان الرفيق فيما بين البعثيين هذا هو الذي كان يستعمل في الزمن العباسي هذا كتاب مشهور للشريف المرتضى الشافي في الإمامة إنه المجلد الرابع من طبعة المؤتمر الدولي لذكرى ألفية الشريف المرتضى صفحة ميتين واثمانية وستين ومنها أن أباه كان معروفا بالمسكنة والفقر وأنه كان ينادي في كل يوم على مائدة عبد الله ابن جدعان ابن جدعان بأجر طفيف فلو كان أبو بكر غنيا لكفى أباه فأحاديث أموال أبي بكر ورفعة شأن أبي بكر في الجاهلية كلها أكاذيب كان يعيش فقرا مطقعان وعائشة عاشت فقرا مطقعان وهذا تلخيص الشافي وتلخيص الشافي للشيخ الطوسي هؤلاء هم زعماء الشيعة فحينما يتفقون على معلومة وفي كتبهم الكلامية المفيد ذكر الكلام في الإفصاح والمرتضى ذكر الكلام في الشافي والطوسي ذكر الكلام في تلخيص الشافي الطوسي لخص الشافي هذا تلخيص الشافي المجلد الثاني الذي يشتمل على الجزعين الثالث والرابع وهذه الطبعة طبعة مؤسسة انتشارات المحبين الطبعة الأولى في الجزء الثالث صفحة 238 ومنها ان اباه كان معروفا بالمسكنة والفقر الى اخر الكلام الذي اثبته المرتضى في كتابه الشافي وقرأته عليكم قبل قليل وهذا عبدالحسين الامين انه صاحب الغدير الغدير في الكتاب والسنة والادب وهذا هو الجزء الثامن من طبعة دار الكتاب العربي في الصفحة الحادية والخمسين وان صحت الاحلام وصدقت هذه القصص الوهمية وكان لابي بكر ذلك المال الطائل الخيالي لم افتقر ابو قحافة والده لان يكون اجير عبد الله ابن جدعان للنداء على طعامه الى اخر كلامه والامين في الغدير نقل كل شيء من كتب المخالفين وذكر المصادر والتفاصيل وهذا سيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من سيرة النبي الاعظم وهذا هو الجزء الثاني والعشرون انها طبعة المركز الاسلامي للدراسات في الصفحة الخامسة والستين بعد المئة وهو انما كان صيادا من هو ابو قحافة ثم صار ينش الذبابة عن مائدة ابن جدعان هذا الكلام كان مذكورا في النسخ القديمة من كتاب المثالب وفي كتب اخرى هذه النسخة حذف منها هذا الكلام من انه كان ينش الذبابة عن مائدة عبد الله ابن جدعان كان ينادي وبعد ذلك بعد ان يجتمع الاضياف يكون في خدمتهم وكان ينش الذبابة عن مائدة عبد الله ابن جدعان الاجواء حارة شديدة السخونة في الحجاز في مكة واكثر ايام السنة تكون حارة في الحجاز ولا توجد اجهزة تكييف ولا اجهزة تبريد ويجتمع الناس في ذلك الجو الحار على مائدة الطعام ويتكاثر الذباب فيحتاجون الى من يقوم بنش ذلك الذباب عنهم وعن الطعام الذي كان يقوم بهذا الدور هو ابو قحافة بالنتيجة كان خادما عند عبد الله بن جدعان كان يخدم في دار الضيافة فمرة ينادي الاضياف ومرة يكون في خدمة الضيوف واخرى ينشو الذبابة عن الطعام وعن اكل الطعام وهو انما كان صيادا ثم صار ينشو الذباب عن مائدة ابن جدعان بشبع بطنه وستر عورته بشبع بطنه يأخذ شيئا من الطعام وما يعطيه من اجر زهيد هذه مهنة ابي قحافة قد تقولون وما علاقة هذا بالموضوع نذهب الى فاصل اذا المعطى الاول عرضته لكم من صحيح مسلم فان عائشة روت الحديث عن رسول الله بحسب ما هي تقول وبحسب ما نقل لنا مسلم في صحيحه هذا المعطى الاول المعطى الثاني مهنة ابي قحافة حددتكم عنها المعطى الثالث ما معنى قحافة ما معنى قحافة ابو قحافة اسمه عثمان وما عنده لا من ولد ولا من بنت بهذا الاسم من مراد من قحافة من الذي سماه بهذا الاسم كناه بهذه الكنية حتى صارت اسما له النحس ما كانوا يخاطبونه يا عثمان اسمه عثمان حتى ولده ابو بكر كان يخاطبه يا ابا قحافة هي كنية لكنها صارت اسما علما له واعتقد انكم أخاطب الذين يتابعون هذه الحلقة ان لم تكونوا جميعا فان اكثركم لا يعرفون ان اسمه عثمان وهذا هو المعروف في الثقافة ما بين المسلمين في الثقافة التأريخية اذا ما معنى قحافة فهذا الاسم لا هو باسم اصلي له ولا هي بكنية واقعية ان يكون في ذريته في اولاده من الذكور او من الاناث من اسمه قحافة اذا من اين جاءت هذه الكنية وما معنى قحافة سأبين لكم معنى قحافة وستتضح لكم الصورة شيئا فشيئا القحافة في لغة العرب من القحف والقحف له دلالات في لغة العرب لكن المعنى الذي يناسب المعطيات التي بين ايدينا القحف هو جذب الطعام وجذب الشراب الذي يكون كثيفا بشدة بشدة بالضبط مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية يقولون هذا قام يصرف صرف وهو يجذب الطعام الذي يكون سائلا كثيفا يجذبه جذبا مع صوت القحف هو هذا وبالدقة هو جرف الثريت هذا الموجود في كتب اللغة القحف هو جرف الثريت من مراد من جرف الثريت بقايا الثريت وإلا إذا كان الثريد قد ثرد الآن فلا يجرف وإنما يؤكل بالأيدي لكن بقايا الثريت ستكون ذائبة مائعة في المرق وفي السائل الذي ثرد فيه ذلك الثريت سيتكون سائل لا يشرب كما يشرب الماء ولا هو بطعام يؤكل كما يؤكل الثريت حينما يثرد في بداية أمره الطريقة الوحيدة أن يجرف جرفا والمراد من الجرف هو أن الإنسان يشربه يتناوله بسحب وبشدة ويصاحب ذلك صوت كما قلت لكم في التعابير الشعبية العراقية يقولون قامي صرف صرف فإنه يجذبه جذبا شديدا ويشربه بقوة وبتعبير أدق كما يقول العرب يجرفه جرفا فالقحف هو جرف الثريت أي ثريد الفضلات البقايا بقايا الخبز في المرق والتي تكون أجزاء قد ذابت إنها فضلات الثريت بعبارة واضحة فضلات الثريت حينما يأتي الأضياف ويأكلون الطعام وتأتي المجموعة الأولى ثم تأتي المجموعة الثانية هذا كان معروفا عند العرب يقسمون الأضياف إلى مجموعات والطعام يبقى هو هو ولكنهم يضيفون إلى الطعام إضافة فتأتي المجموعة الأولى تأكل ما تأكل من الثريت إما أن ينتهي الطعام أو تبقى بقايا يأتون بثريد جديد فتأتي المجموعة الثانية وتأتي بعد ذلك المجموعة الثالثة بقايا هذا الثريد ما هو بثريد إذا قيل له ثريد فيكون ذلك القول فيه تساهل هذه بقايا الثريد ولذا لا تأكل باليد وإنما تحتاج إلى عملية سحب شديد جذب شديد كما نقول في التعبير الشعب العراقي إي صرف صرف القحف هو هذا القحافة ماذا تعني القحافة هي المادة المقحوفة فبقايا الثريد لا يقال لها ثريد وإنما يقال لها قحافة القحافة بقايا الثريد التي لا تأكل باليد وإنما تجرف جرفا يشربها الإنسان ولكن بسحب وجذب شديدين فالقحافة بقايا الثريد الذي يجرف جرفا وهذا هو الموجود في كتب اللغة يتناسب مع مهنته الرجل كان خادما في دار ضيافة تقدم الثريد العرب ماذا كانوا يقدمون هل يقدمون البيتزا مثلا في الجزيرة العربية لا يزرع الرز الرز كانوا يجلبونه من العراق يتداول فيه يصفونه للمريض للدواء إلى زمن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول للعراقيين الذين كانوا يزورونه في الحجاز يقول لهم إنا لنغبطكم أهل العراق على ماذا إنا لنغبطكم أهل العراق على أكلكم الرز باللحم هذه أكلة معروفة في العراق منذ القدم وإلى يومنا هذا صارت في زماننا تمن مرك العراقيين يموتون على التمن والمرك هذه قضية تعريخية قديمة إن لنغبطكم أهل العراقي على أكلكم الرز باللحم هذا الأمر كان معروفا في العراق بشكل عام في جزيرة العرب ما كانوا يأكلون الروس الأغنياء منهم المترفون منهم وهم قلة قليلة أما حينما يقدمون الطعام للأضياف يقدمون الثريت هاشم جد الهاشميين لقب بهذا الاسم اسمه الحقيقي عمر العلا هاشم جد الهاشميين ما هو بهاشم إنه عمر العلا هذا هو اسمه وإنما سمي هاشمان ولقب بهذا اللقب حينما اشتدت المجاعة في مكة وهيمن الجوع على أهلها وعلى المناطق المجاورة لها فكان الجائعون يلجأون إلى بيت هاشم إلى بيت عمر العلا هو سيد مكة فكانت جفانه في كل مكان هاشم هو الذي ثرد الثريد بمكة عمر العلا شاعرهم شاعر العرب كان يقول عمر العلا هشم الثريد بمكة ورجال مكة مسنتون عجاف ورجال مكة مسنتون عجاف إنه زمن المجاعة وقد طال بهم وكانوا يأكلون في بيت هاشم في بيت عمر العلا فدور الضيافة في مكة تقدم الثريد لأضيافها فعثمان الذي صار اسمه بعد ذلك أبا قحافة كان خادما في دار عبد الله ابن جدعان ويأكل فضلات الثريد وفضلات الثريد هي هذه القحافة فيأكل منها وحتما يطعم عائلته وليس حتما قطعا لأن المعطيات التي سأردها لكم تثبت هذا الكلام هذا لسان العرب لابن منظور لسان العرب لابن منظور وهو عالم سني شهير من علماء اللغة توفي سنة سبعمية واحد وسبعين للهجرة هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان وهذا المجلد السادس الذي يجتمل على الجزئين الحادي عشر والثاني عشر في الجزء الثاني عشر في الصفحة الثلاثين في مادة قاف حا فا قحف وقحف ما في الإناء يقحفه قحفاً واقتحفه شربه جميعه والاقتحاف الشرب الشديد الجذب الشرب الشديد قال ابن بري ابن بري هذا عبد الله ابن بري المصري من علماء اللغة المعروفين والمشهورين قال ابن بري قال محمد ابن جعفر القزاز في كتابه الجامع القحف جرفك ما في الإناء من ثريد وغيره ويقال قحفته أقحفه قحفاً والقحافة ما جرفته منه الشيء المجروف الثريد المجروف هو هذا القحافة هذا ما جاء في لسان العرب وهو أهم مصدر لغوي في المكتبة العربية وهذا قاموس آخر هذا أهم قاموس موسع وهذا أهم قاموس مختصر في المكتبة العربية هذا بمثابة ملخص لهذا ولبقية القواميس اللغوية الكبيرة فلسان العرب لابن منظور هذا أوسع قاموس في لغة العرب عندنا القاموس المحيط للفيروس آبادي المتوفى سنة 817 للهجرة من بعد ابن منظور القاموس المحيط هو أهم قاموس في لغة العرب بين القواميس المختصرة والموجزة هذه الطبعة هي طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان أذهب إلى صفحة 778 فصل القاف إنها مادة قاف حاف والقحف أنا لا أريد أن أقرأ كل الكلام لا حاجة لي به وإنما أذهب إلى موطن الحاجة والقحف كالاقتحاف واستخراج ما في الإناء أو جذب الثريد وغيره منه يجذب يجذب بشدة النفس هذا هو المراد من جذب الثريد وهو في الحقيقة ما هو بثريد إنها بقايا الثريد التي يقال لها القحاف والقحف إلى أن يقول كالاقتحاف واستخراج ما في الإناء أو جذب الثريد وغيره منه إلى آخر كلامه إذن القحافة بقايا الثريد الذي يقحفه القاحف ومن هنا قيل له أبو قحافة فلا هو باسمه وليس عنده في ذريته لا من الذكور ولا من الإناث من سمي بقحافة ومهنته هي هذه أن يكون خادما في دار ضيافة تقدم الثريد للأضياف قطعا فضلات الثريد ستكون من حصته فهذا ما هو بثريد لا يؤكل باليد وإنما يشرب ويجذب جذبا شديدا بالتعبير العربي الدقيق يجرف جرفا هذه العملية عملية الشرب الشديد والجذب الشديد عملية جرف في لغة العرب فإنه يجرف الثريد جرفا بتعبير أدق يقحفه قحفا فهو أبو قحافة فالقحافة بقايا الثريد نذهب إلى فاصل المعطى الرابع إذا جمعنا هذه المعطيات ستكون أصورة واضحة التي تبين لنا أن الذي كذب الحديث عائشة هذا ديوان السيد الحميري إنه الشاعر الشيعي المعروف والذي ما شغل نفسه إلا بتوثيق تأريخ أمير المؤمنين وضع الكثير من شعره لا دخل مع الشعراء في المنافسات الشعرية والأدبية التي كانت محتدمة في عصره فيما بينه ولا اقترب من الحكومات ومن أجواء السياسة لقد نذر حياته لتوثيق تأريخ أمير المؤمنين ولكن مع الأسف ضاع الكثير من شعره ضيع في الحقيقة ضيع الكثير من شعره على أي حال ديوان السيد الحميري طبعة دار صادر إنها المطبعة التي أصدرت لنا صحيح البخاري هي هي طبعة دار صادر بيروت لبنان وبمقدمة نواف الجراح تقديما وتحقيقا هو هو نفسه الذي قدم وحقق صحيح البخاري السيد الحميري هو حميري من اليمن وإنما لقبه إمامنا الصادق بسيد الشعراء فعرف بهذا اللقب بالسيد الحميري توفي على ما هو معروف سنة مية وثلاثة وسبعين للهجرة بشار ابن برد الشاعر الشهير المعروف من شعراء العصر العباسي يقول لو لا أن هذا الرجل يشير إلى السيد الحميري قد شغل عنا بمدح بني هاشم لشغلنا لشغلنا لماذا؟ لأنه أشعر وأكفأ منهم لولا أن هذا الرجل قد شغل عنا بمدح بني هاشم لشغلنا ولو شاركنا في مذهبنا لأتعبنا لو شاركنا في اتجاهنا الفكري فبشار ابن برد لم يكن متدينا كان يتهم بالزندقة لم يكن متدينا كان متحررا من الدين وتفاصيله ميالا إلى الفلسفة التي كانت منتشرة في ذلك الوقت لولا أن هذا الرجل قد شغل عنا بمدح بني هاشم لشغلنا ولو شاركنا في مذهبنا لأتعبنا لأنه يتفوق عليهم على أي حال ليس الحديث هنا عن السيد الحميري وإنما ذكرت هذا كي تعرفوا أن شعر هذا الشاعر وثائق وثائق تأريخي كما يقولون من أن شعر العرب هو دوان العرب دوان العرب يعني الملف التأريخي له هذا هو المراد من أن شعر العرب هو دوان العرب شعر السيد الحميري هو دوان الشيعة هو دوان الشيعة وديوان أعدائهم أيضا لأنه يتحدث في الجهتين في جهة الولاية والبراء صفحة 174 رقم المقطوعة الشعرية 198 أترى صهاكاً صهاك هي جدة عمر بن الخطاب جدته جدته من جهة أبي أترى صهاكاً وابنها ابنها هو الخطاب والد عمر أترى صهاكاً وابنها وابن ابنها وهو عمر وأبا قحافة آكل الذبان هذا اسم من أسماء أبي قحافة في التأريخ لو لم يكن هذا الأمر معروفاً لما ذكره السيد الحميري لأن السيد الحميري كان يوثق الأحداث أترى صهاكاً وابنها وابن ابنها وأبا قحافة آكل الذبان وقد تقرأ آكل الذبان ولكن القراءة التي هي الأفصح أن نقول الذبان وليس الذبان الذبابة تجمع على ذباب وعلى ذبان وهناك من يقرأ ذبان وهنا حركت ذبان لكنني لا أقرأها هكذا أترى صهاكاً وابنها وابن ابنها وأبا قحافة آكل الذبان كيف يأكل الذبان لأن الذبان كان يجتمع على الطعام ينش بعضه ويختلط ما لم يكن قد نشه مع بقايا الثريد يكون جزءاً من القحافة التي كان يقحفها سيدنا أبو قحافة الذي أسلم وحزن إسلامه أما أبو طالب فقد مات كافراً صلوات الله عليه أترى صهاكاً وابنها وابن ابنها وأبا قحافة آكل الذبان كانوا يرون وفي الأمور عجائب يأتي بهن تصرف الأزمان إن الخلافة في ذؤابة هاشم فيهم تصير وهيبة السلطان هل كانوا يتخيلون هذا هل كان أبو قحافة وهو يقحف بقايا الثريد يقحف قحافته بذبانها هل كان يتصور هذا أبيات جميلة أترى صهاكاً وابنها وابن ابنها وأبا قحافة آكل الذبان كانوا يرون وفي الأمور عجائب يأتي بهن تصرف الأزمان إن الخلافة في ذؤابة هاشم فيهم تصير وهيبة السلطان هذه الأبيات مشهورة في الوسط الشيعي وفي الوسط المخالف ولذا فإن المفيد الشيخ المفيد ذكرها في سياق احتجاجه فيما يرتبط بخلافة أمير المؤمنين في كتابه الإفصاح أشرت إلى الطبعة قبل قليل في الصفحة 239 وهو ينقل أشعاراً للسيد الحميري يستدل بها لماذا يستدل بها؟ كما قلت لكم أشعار السيد الحميري تعد وثائق ونقلت لكم كلامه بشار بن بورد يقول هذا الرجل متفرغ لبن هاشم فذكر الأبيات نفسها أترى صهاكاً وابنها وابن ابنها وأبا قحافة آكل الذبان كانوا يرون وفي الأمور عجائب يأتي بهن تصرف الأزمان أن الخلافة من وراثة هاشم الموجود في الديوان ذؤابة هاشم أن الخلافة من وراثة هاشم فيهم تصير وهيبة السلطان موطن الشاهد هنا وأبا قحافة آكل الذبان آكل الذبان القراءتان صحيحتان والأصح بكسر الذال إنه آكل الذبان وماذا نجد في كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه سليم بن قيس توفي في السنة السادسة والسبعين للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري إنها الطبعة الثانية ألف أربعمية وستعش هجر قمري مطبعة الهادي قموا المقدسة صفحة خمسمية وستة وتسعين في سياق كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد واقعة السقيفة وحينما اشتد الأمر هو يتحدث مع عمار أمير المؤمنين أذهب إلى موطن الحاجة فقال علي عليه السلام لعمار يا ابن صحاق فليس لنا فيها حق وهي لك ولابن آكلة الذبان السيد الحميري أخذ اللقطة من هذا الكلام مثل ما قلت لكم السيد الحميري أشعاره توثيق للوقائع والأحداث ولكن أشعاره ما وصلت إلينا ضاع أكثرها فكلام السيد الحميري مأخوذ من هذا النص أمير المؤمنين يقول لعمار يا ابن صحاق وهي امرأة فاجرة معروفة صحاق هذه وكانت أمة في أول أمرها ملكا لعبد المطلب في بداية أمرها كانت أمة ملكا لعبد المطلب يا ابن صحاق فليس لنا فيها حق وهي لك ولابن آكلة الذبان ابن آكلة الذبان هو أبو بكر فهذا الوصف في شعري الحميري كان وصفا لمن كان وصفا لأبي قحافة أمير المؤمنين وصفا زوجة أبي قحافة بآكلة الذبان إذن أبو قحافة جد عائشة هو آكل الذبان وجدتها التي هي زوجة أبي قحافة هي آكلة الذبان أيضا كما يقول أمير المؤمنين هذا يعني أن أبا قحافة كان يحمل القحافة معه بقايا الثريد فضلات الثريد لإطعام عائلته فكانوا يأكلون ثريد الذبان هذه المعطيات بين أهديكم بالنسبة لي أنا متأكد من صحة هذه المعلومات ولذا أعتمد عليها أما أنتم أحرار تريدون أن تقبلوا هذه المعطيات تريدون أن ترفضوها هذا أمر ليس مهما هذا كلام في حاشية الموضوع لا يزيد ولا ينقص في مسألة كذب الحديث وإنما هو توضيح على حاشية الموضوع في الجزء الثامن من الكاف الشريف لشيخنا الكوليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان هناك خطبة وهي معروفة من خطب أمير المؤمنين الخطبة الطالوتية إنه الحديث الخامس في الصفحة الثلاثين تبدأ الخطبة الطالوتية خطبها أمير المؤمنين بالمدينة إن أمير المؤمنين خطب الناس بالمدينة فمن جملة ما جاء في هذه الخطبة بعد واقعة السقيفة أيها الأمة ستجدون أن كثيرا من المضامين التي يتحدث عنها سيد الأوصياء في كلماته هذه تنطبق على واقعنا اليوم على الواقع الشيعي وعلى الواقع السني أتمنى أن تنصتوا بقلوبكم وعقولكم لكلمات أمير المؤمنين في هذه الخطبة في الخطبة الطالوتية وإنما قيل لها الخطبة الطالوتية لأنه أشار إلى أنصار طالوت طالوت الملك الإسرائيلي المنصب من قبل الله على بني إسرائيل أيها الأمة التي خدعت فانخدعت أيها الأمة التي خدعت فانخدعت وعرفت خديعة من خدعها فأصرت على ما عرفت واتبعت أهواءها هذا الكلام ينطبق على واقعنا اليوم على الواقع السني وعلى الواقع الشيعي في الجهة الدينية العقائدية وفي الجهة السياسية على حد سوى أيها الأمة التي خدعت فانخدعت وعرفت خديعة من خدعها فأصرت على ما عرفت واتبعت أهواءها وضربت في عشواء غوائها وقد استبان لها الحق فصدت عنه وقد استبان لها الحق فصدت عنه والطريق الواضح عرفت الطريق الواضح والطريق الواضح فتنكبته تجاوزته متعمدة أما أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو اقتبستم العلم من معدنه وشربتم الماء بعذوبته وادخرتم الخير من موضعه خذتم الخير وجمعتموه من موضعه الأصل وادخرتم الخير من موضعه وأخذتم الطريق من واضحه وسلكتم من الحق نهجه لنهجت بكم السبل أخذتكم الطرق السليمة إلى الغاية السليمة لنهجت بكم السبل وبدت لكم الأعلام وأضاء لكم الإسلام فأكلتم رغدا وما عال فيكم عائل ولا ظلم منكم مسلم ولا معاهد ولكن سلكتم سبيل الظلام فأظلمت عليكم دنياكم برحبها وسدت عليكم أبواب العلم ركض الطوسيون إلى مزابل سقيفة بن ساعد وتركوا قرآن العترة المفسرة بتفسيرها وتركوا حديث العترة المفهمة بتفهيمها ولكن سلكتم سبيل الظلام فأظلمت عليكم دنياكم برحبها وسدت عليكم أبواب العلم فقلتم بأهوائكم واختلفتم في دينكم فأفتيتم في دين الله بغير علم هذه الرسائل العملية لمراجع حوزة النجف وكربلاء هي هي فأفتيتم في دين الله بغير علم واتبعتم الغوات فأغوتكم وتركتم الأئمة فتركوكم تركهم صاحب الأمر تركهم لو لم يكن قد تركهم لأغدق عليهم بكؤوس حكمته لماذا لا نرى مرجعا واحدا من المراجع الطوسيين تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه لماذا لا نرى ذلك ليش مني يطلعون يحشون خرطي ليش ليش ما ينطلع بيهم الذين حولهم يكونون أفضل منهم يرقعون لهم ليش هناك فيديو الآن ينتشر على الشبكة العنكبوتية للمرجع الأعلمي من بعد السيستاني لإسحاق الفياض الذي نصبه السيستاني من أنه الأعلم من بعده دققوا النظر في هذا الفيديو الذين حوله يحاولون أن يرقعوا له أن يرقعوا له عيوبه وهذا ما هو بأمر خاص بإسحاق الفياض لو أن السيستاني أيضا ولو أن البقية تحدثوا وصور لهم ذلك بالفيديو لكانت الفضائح هي هي من هو هذا المرجع الشيعي الذي تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه أرشدونا أرشدونا إلى واحد منهم من العربي من العجمي من أي مجموعة لا وجود لأحد بهذا الوصف لأنهم كما يقول أمير المؤمنين ولكن سلكتم سبيل الظلام فأظلمت عليكم دنياكم برحبها وسدت عليكم أبواب العلم إنه العلم الحقيقي لا هذا الهراء الذي يدرسونه في حوزة النجف وكربلا وسدت عليكم أبواب العلم فقلتم بأهوائكم واختلفتم في دينكم فأفتيتم في دين الله بغير علم واتبعتم الغوات فأغوتكم وتركتم الأئمة فتركوكم فأصبحتم تحكمون بأهوائكم الخطبة مهمة جدا وفيها الكثير من التفاصيل إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن خرج من المسجد فمر بصيرة فيها نحو من ثلاثين شات الصيرة المكان الذي تربط فيه الحيوانات أو تجمع فيه الحيوانات ثم خرج من المسجد بعد أن ألقى خطبته فمر بصيرة فيها نحو من ثلاثين شات فقال والله لو أن لي رجالا ينصحون لله عز وجل ولرسوله بعدد هذه الشياة ثلاثون لم يجد أمير المؤمنين ثلاثين حينما غدر الغادرون لعنة الله عليهم في سقيفة بني ساعد ما وجد هذا العدد لأن الأمة ارتدت وما بقي على الإيمان إلا ثلاثة سلمان والمقداد وأبو ذار والله لو أن لي رجالا ينصحون لله عز وجل ولرسوله بعدد هذه الشياة لأزلت ابن آكلة الذبان عن ملكه لأزلت أبا بكر ابن آكلة الذبان هو أبو بكر والله لو أن لي رجالا ينصحون لله عز وجل ولرسوله بعدد هذه الشياة عددها ثلاثون لأزلت ابن آكلة الذبان عن ملكه أعتقد أن صورة صارت واضحة فأكل الذبان كان شأنا من شؤون هذه الأسرة أبو قحافة آكل الذبان وزوجته أم قحافة هي الأخرى آكلة الذبان كيف يأكلون الذبان إنه الذبان الذباب الذي يتساقط على طعام ابن جدعان الفضلات المتبقية القحافة المتبقية سيكون جزعا منها الذباب وبما أنهم يقحفونه قحفا يجرفونه جرفا فإن الذباب سيكون مختلطا بطعامهم ولو لم يكن هذا الأمر معروفا لما ذكره أمير المؤمنين لما ذكره وهو يتحدث مع عمار مثلما قرأت عليكم من كتاب سليم بن قيس ولما ذكره بعد أن خطب خطبته الطالوتية هذا في الأيام القريبة من واقعة السقيفة بعد واقعة السقيفة كان الأمير يتكلم بهذا الكلام المسلمون يعرفون هذا الأمر ومن هنا فإن حكاية أن أبا بكر كان من أسرة عريقة من أسرة شريفة كان غنيا هذا الكلام كله أكاذيب أكاذيب في أكاذيب هذه هي الحقيقة هذه هي المعطيات الحقيقية والدقيقة المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري وحدثتكم عن هذا الكتاب فيما سلف الحاكم النيشابوري متوفى سنة أربعمية وخمسة للهجرة جمع في كتابه هذا الأحاديث التي تشتمل على شرائط البخاري ومسلم إلا أن البخاري لم يوردها في كتابه وكذلك مسلم لم يوردها في كتابه وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والثمانين رقم الحديث أربعة آلاف أربعمية واثنين وستين بسنده بسند الحاكم من نيشابوري عن مرة الطيب قال جاء أبو سفيان ابن حرب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما بال هذا الآمر في أقل قريش قلة وأذلها ذلة يعني أبا بكر إلى آخر كلامه ما بال هذا الأمر في أقل قريش قلة وأذلها ذلة يعني أبا بكر هذا الكلام لو لم يكن حقيقيا هل قاله أبو سفيان لعلي بن أبي طالب وهذا الكلام كان أبو سفيان يردده بعد أن صار أبو بكر خليفة ولذا فإن أبا بكر تأذى كثيرا من أبي سفيان من كلامه هذا فلم تكن العلاقة حسنة فيما بين أبي بكر وأبي سفيان وحادثة من الحوادث التي يذكرها المؤرخون من أنه كان يتكلم معه بصوت مرتفع وكان ينهره أبو بكر صار ينهر أبا سفيان الأمور تقلبت أبو قحافة كان موجودا فنهر أبا بكر قال يا أبا بكر لا ترفع صوتك على ابن حرب لأن أبا قحافة رجل كبير السن حتى وإن أسلم فإنه لا يفقه من الإسلام شيئا رجل على أعراف الجاهلية وكان خادما في دور هؤلاء كان خادما في دار عبد الله بن جدعان مثلما مر علينا قبل قليل فقال لأبي بكر يا أبا بكر لا ترفع صوتك على ابن حرب هذا ابن حرب هذا سيد قريش يشير إلى أبي سفيان هو أبو سفيان كان خسيسا وبخيلا وشعيحا لكن أمواله كانت كثيرة ساد قريش صار من سادتها من شيوخها بسبب كثرة أمواله وإلا لم يكن كريما ولم يكن معطاء كان من وجوه قريش فقال له يا أبا بكر لا ترفع صوتك على ابن حرب فماذا قال أبو بكر لأبيه قال يا أبا قحافة يا أبا قحافة إن الإسلام بنى بيوتا لم تكن مبنية يتحدث عن آل أبي قحافة وإنه هدم بيوتا كانت في الجاهلية مبنية يا أبا قحافة إن الإسلام بنى بيوتا ما كانت مبنية يشير إلى بيت أسرته وهدم بيوتا في الجاهلية كانت مبنية وبيت أبي سفيان مما هدم من البيوت التي هدمت هذا وغيره كثير في كتب التعريخ والسيار تشير إلى حقيقة هذا المضمون الذي أحدثكم عنه إلى أين سنصل نصل إلى هذه النقطة إن أسرة طعامها ثريد الذباب فضلات الثريد حيث يتكاثر الذباب وإن أسرة كبيرها يقال له آكل الذبان والمرأة الكبيرة فيها هي الأخرى آكلة الذبان هذا يعني أن جميع أفراد الأسرة يأكلون هذا الثريد الذباني سيصبح 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 الثريد الحقيقي سيصبح حلما عنده غاية كمالية عائشة عاشت في عائلة كهذه العائلة يأكلون الفضلات الكمال عندهم أين سيكون في الثريد حينما يثرد ويضع عليه اللحم مثلا ويؤتى بالجفان هذا سيكون كمالا عندهم هذه الصورة بقيت متشكلة في ذهن عائشة منذ طفولتها إلى أن صارت زوجة في بيت النبي بعد استشهاد نبينا صلى الله عليه وآله بدأت تصطنع الأحاديث كي تصنع لها مجدا إنها تتحدث عن ثقافتها وعن محتواها وعن مضمونها وعن عقدها النفسية فشيء مركوز في نفسها من أن أكمل الطعام هو الثريد هذا ما هو بكلام رسول الله تأريخها تأريخ عائلتها إنهم يأكلون ثريد الذباب فضلهت ثريد مائدة بن جدعان حيث يختلط الذباب فيها هؤلاء هم أكلوا الذبان وأعداء وأعداء أهل ما بين آكل للذبان وما بين آكلة للكبود وما بين وبين وبين هؤلاء هم أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فاصطنعت هذا الحديث لعقدة نفسية عندها حينما كانوا يقحفون القحافة من فضلات ثريد موائد عبد الله بن جدعان يتخيلون الثريد حينما يثردوا في بادئ الأمر وكيف يقطع الخبز وكيف ينقع بمرق اللحم وكيف يوضع اللحم والشحم عليه فهذا هو كمال الطعام عندها في مخيلتها وفي ثقافتها فحينما أرادت أن تضع حديثا في فضلها على النساء هذه عقدة هذه امرأة كانت تعيش المجاعة وتعيش الفقر فلذا اصطنعت هذا الحديث فجعلت فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وإلا هذا الحديث مسخرة مسخرة بتمام معنى الكلام حاشا لرسول الله وحاشا لبلاغته وحاشا لفصاحته أن يتفوه بمثل هذه الترهات أعتقد أنكم تتفقون معي هذه حقائق هذه معطيات لا أنا افتريتها ولا أنا كذبتها وإنما جمعتها لكم من بطون الكتب وبإمكاني أن آتي بما هو الأكثر والأكثر من هذه الكتب كي أضعها بين أيديكم هذه النتائج ما هي بنتائج وصلت إليها اليوم تلامذة الذين كانوا يحضرون دروسي في الثمانينات سمعوا هذا الكلام مني حينما كنت أدرسهم نهج البلاغة وأشرح نهج البلاغة فإنني كنت أحدثهم عن هذه الوقائع وهناك الكثير من الكتب والمصادر التي يمكنني أن أضعها على هذه الطاولة كي أوثق لكم هذه المطالب لكن المقام لكن المقام في برنامج تلفزيوني محدود أكون مقيدا بالكثير من القيود أعتقد أن صورة صارت واضحة لديكم نذهب إلى فاصل صار واضحا على الأقل لدى الذين اقتنعوا بالبيانات المتقدمة أن حديث الثريدي حديث مفترا ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وفضل عائشة على النساء كفضل الثريدي على سائر الطعام قلت لكم في الحلقة الماضية يمكنني يمكنني بمستوى من المستويات أن أقبل أن الكلام صدر عن رسول الله لكن أن يكون ممازحة لزوجته مطايبة وهذا لا قيمة له في الاستدلال أو أن النبي كان يسخر منها وهذا وارد جدا فهو في الوقت الذي يقول عن فاطمة من أنها سيدة نساء أهل الجنة يقول عن عائشة من أن فضلها على النساء كفضل ثريدي على سائر الطعام سخرية من عائشة لأنني إذا وضعت هذا الحديث بجانب ذلك الحديث سيكون الحديث حديث سخرية حينما يتكلم المتكلم نفسه وهو محمد صلى الله عليه وآله المتكلم الفصيح البليغ المنطيق الحكيم يقول عن فاطمة من أنها سيدة نساء أهل الجنة بحسب البخاري إنني ألتزم بما جاء في كتاب البخاري لأجل أن ألجمهم الجامة فحينما يتكلم المتكلم بمثل هذا الكلام فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وفي الوقت نفسه يشير إلى عائشة ويقول من أن فضل عائشة عن النساء كفضل الذريد عن سائر الطعام هذه سخرية سخرية ماذا تقولون هذه سخرية النبي يسخر من عائشة هنا إذا قلنا من أن الحديث قد صدر عن رسول الله وما هو بصادر عن رسول الله هذه كذبة عائشية تحدثنا عن عقدة ثريدية مثل ما شرحت لكم وبينت لكم قبل قليل هذه كذبة عائشية تخبرنا عن عقدة ثريدية ولكن على احتمال أن النبي قد قاله لا يمكنني أن أتصور أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الكلام وهو في الوقت نفسه يقول عن فاطمة من أنها سيدة نساء أهل الجنة ثم يريد أن يبين فضل عائشة الأغبياء السفلة من علماء النواصبي من علماء السقيفة بني ساعدة يناقشون هل أن فاطمة هي الأفضل أم أن عائشة هي الأفضل يناقشون في هذا الجانب حمير أنتم حمير كيف تضعون هذا الحديث بجانب ذلك الحديث حمير أنتم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة حديث واضح صريح يشير إلى عظمتها وفضلها وأنه لا يوجد في النساء من هو يقاربها إنها سيدة نساء أهل الجنة وليس الحديث عن الدنيا نساء أهل الجنة أعاظم وأشرف نساء أهل الدنيا وفاطمة سيدة الجميل فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أما عائشة ففضلها على النساء كفضل ثريد على سائر الطعام ما سخرة هذه النبي يستهزئ بها يضحك عليها أين هذا من هذا هذا إذا كان النبي قد قاله مثل ما يقولون هم هؤلاء الكذابون هؤلاء المفترون نبينا صلى الله عليه وآله أجل وأعظم وبلاغته وفصاحته أجل وأعظم من أن تصدر عنها هذه الترهات وهذه السفاسف الرخيصة ثم كيف أتوقع أن عائشة لها من الفضل والقرآن قد ألغى أي فضل يمكن أن ينسب إليها إن 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 كان عندها من الفضل القرآن وليس أنا سورة التحريم تخبرنا أن الله ألغى كل فضل إذا 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 كان لعائشة من فضل والكلام هو هو عن شريكتها حفصة سورة التحريم في الآية الرابعة بعد البسملة والتي بعدها إن تتوب إلى الله فعائشة وحفصة قد قد خرجت من الطريق هما بحاجة إلى توبة إن تتوب هما بحاجة إلى توبة ولا يوجد دليل على أنه ما تاب هذا تهديد من الله أين الدليل على أنه ما تاب تقولون الروايات التي تقول من أن عائشة هي زوجة النبي في الجنة ما هذا هراء كبقية الهراء المكذوب على رسول الله أعطونا آية من القرآن أنا أعطيتكم آية من القرآن تقول بأن عائشة وحفصة خرجت من الدين الآية تقول إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت مالت خرجت قلوبكما عن الطريق الصحيح وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هل هذا التهديد يأتي من الله لإمرأتين مؤمنتين وماذا بعد في الآية التي بعد هذه الآية عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن ما هو وصف الأزواج البديلة مسلمات هذا يعني أن عائشة وحفصة ما هما بمسلمتين أو أن ما عندهما من إسلام هو المسمى فقط وإلا لما يقول القرآن ما يقول عسى ربه انطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار يعني يعني أن الأوصاف هذه إما أنها لا توجد أصلا في عائشة وحفصة أو أن نزرا يسيرا منها يتوفر في هاتين المرأتين والأشد من هذا فإن سورة جاءت بزوجتين خائنتين من زوجات الأنبياء في الآية العاشرة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الزوجتان الخائنتان كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا وقيل ادخلا النار مع الداخلين قرآن هذا قرآن هذا هل جاء ذكر الزوجتين الخائنتين التي مصيرهما الى النار قطعا بحكم القرآن هل جاء ذكرهما جزافا جاء ذكرهما لغوا والحديث عن زوجتين من زوجات النبي عائشة وحفصة الامر معروف ولكن حتى تكون الصورة اوثق في اذهانكم هذا هو صحيح البخاري بين يدي كتاب تفسير القرآن وهو الكتاب الخامس والستون من كتب صحيح البخاري الباب الثالث باب واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا الى اخر ما جاء في الاية رقم الحديث اربعة الاف تسعمية واربعة عشر رقم الصفحة اثمانمية وثمانية وتسعين من الطبعة التي عندي البخاري يقول حدثنا علي حدثنا سفيان بسنده سمعت ابن عباس رضي الله عنهما الرواية عن ابن عباس يقول اردت اردت اسأل عمر فقلت يا امير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا ابتار فما اتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة هذا حديث البخاري عن عمر ابن عباس يقول اردت ان اسأل عمر فقلت يا امير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرة على رسول الله فما اتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة هذا قول عمر والرواية في البخاري وبدأ ها البخاري حدثنا حديث صحيح بكل المقاسات البخارية التي لا تساوي عندي فلسا ممسوحا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما زوجتان خائنتان فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيلت خل النار مع الداخلين القرآن ذكر هاتين الزوجتين الخائنتين في سورة قصيرة سورة التحريم سورة قصيرة ذكر هاتين الزوجتين الخائنتين والسورة جوهرها في الحديث عن عائشة وحفصة ماذا تفهمون من هذا الزوجتان الخائنتان مصيرهما إلى النار والسورة هنا تخاطب عائشة وحفصة إن تتوب فما هما على الصلاح فحتى لو كان لعائشة من فضل فأي فضل بعد سورة التحريم قد يقول قائل إنها تابت نحسن الظن بها يمكن هذا يمكن هذا من أنها تابت بعد أن قال الله في سورة التحريم إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما ولكنني ماذا أصنع بخروجها إلى البصرة هذا أدل دليل على عدم توبتها فمثلما خالفت رسول الله في سورة التحريم خالفت رسول الله في خروجها إلى البصرة أدل دليل على عدم توبتها حينما خرجت إلى البصرة وهي تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول مرارا وكرارا علي حربه حربي وسلمه سلمي من سب علي فقد سبني هذه الأحاديث موجودة في كتب الشيعة والسنة من سب علي فقد سبني ومن أبغض علي فقد أبغضني ومن عصى علي فقد عصاني هذه المضامين ترد في الأحاديث الكثيرة في كتب الشيعة والسنة وفي زمانهم كانت هذه المضامين معروفة للجميع وعائشة تعرفها خرجت تحارب علي وهي قد سمعت من رسول الله من أن حرب علي حرب رسول الله خرجت تحارب رسول الله مثلما تخاطبها سورة التحريم إن تتوب إلى الله فقد سغت قلوبكما مالت قلوبكما عن رسول الله وإن تظاهر عليه لقد تظاهر على رسول الله في البصرة الذي يتظاهر على علي يتظاهر على رسول الله يا علي يا علي الإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي حربك حربي وسلمك سلمي هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ولا حاجة لإيراد هذه الأحاديث في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران إنها آية المباهلة وأنفسنا علي نفس محمد فكل الآثار وكل التبعات وكل التفاصيل وكل الواجبات وكل المنهيات وكل المأمورات التي كانت في دائرة رسول الله تكون في دائرة علي علي هو محمد ومحمد هو علي أدل دليل على عدم توبتها حينما خرجت إلى البصرة ونصحها أمير المؤمنين ولكنها أصرت حتى سفكت تلك الدماء في رقبتها أية توبة وحتى لو قالوا من أنها بعد البصرة تابت ما هو الدليل على أن الله قبل توبتها وحتى لو أن الله قبل توبتها هل بقي لها من فضل أي فضل الله فما بالكم والحديث حديث هراء إنه حديث الثريد هذه الوقائع وهذه الأحداث وهذه التفاصيل تذكرنا بظلامة العترة الطاهرة هذه الأمة ظلمت علي ظلمت علي نذهب إلى فاصل كما قلت لكم قبل الفاصل هذه الأمة ظلمت علي ولزالت تصر على ظلمها لعلي في شقها السني وفي شقها الشعي الشق السني ذهبوا في طريق بعيد وقد 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 نجد لعوامهم عذرا لكن ما هو العذر عند الشق الشيعي ما هو العذر عند الشق الشيعي الشيعة الطوسيون غدروا بعليا نقضوا بيعة الغدير نقضوا بيعة الغدير وها هي فتاوى المراجع الطوسيين التي تصف الصلاة بالبطلان إذا ما ذكر فيها أمير المؤمنين ذكر أمير المؤمنين يكون سببا لبطلان الصلاة ماذا أقول الأخو وتقولون أن نحن شيعة ذكر أمير المؤمنين يكون سببا لبطلان الصلاة لا أريد أن أقول أكثر من هذا لأن حديثي ليس مع هؤلاء لا زال الكلام يتواصل في أجواء سقيفة بني ساعد وعنواننا هو هو وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون 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 وليسوا كاذبين بنسائهم ورجالهم نلتقي غدا إن شاء الله في موضوع خطير جدا لازلنا في أجواء هؤلاء الكذابين والكذابات ترجمة نانسي قنقر